انتداد الخط في اجتماعاتنا مع صندوق النقد الدولي واللي الصندوق بيقول احنا يا جماعة عندنا توقعات ارتفاع نمو اقتصاد مصر لاربعة ونص في المية تاني ارتفاع نمو اقتصاد مصر لاربعة ونص في المية بدءا من العام المالي المقبل اللي هو بنهاية شهر الستة وبداية شهر السبعة ان شاء الله حلو؟ طيب طبعا على نفس ذات الخط وبنفس ذات الوتيرة الصندوق وافق على القرد اللي موجه الى مصر وانه هيتم صرف الدفعة الاولى خلال ايام قليلة واللي بتزين عن حوالي 800 مليون دولار نهينا عن الدفعة التالية لاتفاق رأس الحكمة الاستثماري العملك وبالتالي الوفرة الدولارية اللي موجودة في مصر هي وفرة تاريخية لم تكن لدينا من قبل بالمناسبة يعني احنا هنا بنتكلم على اكبر وفرة دولارية في تاريخنا المعروف منذ ان اصبح الدولار هو عملة اساسية في الاحتياطي بتاع البنوك العالمية بالنسبة لنا احنا في مصر ده اكبر وفرة دولارية تحققت لنا ومن هنا ومن هنا الحكومة واخد خط اللي هو ايبا خط الصناعة والزراعة الزراعة والصناعة والصناعة الصناعة والزراعة الى اخره ده الخط بتاع الحكومة في الفترة المقبلة طيب في عندنا تصريحات تلفزيونية في ختام الجولة بتاعة مصانع العاشر من رمضان رئيس مجلس الوزراء كان موجود والبنك المركزي وبيتكلموا على ازاي الحكومة والبنك المركزي اشتغلوا مع بعض ودي مهندس احمد سمير وزير الصناعة كمان يقف عن يمين الدكتور مصطفى مدبولي باعتبر ان هما موجودين في منطقة صناعية من كبريات المناطق الصناعية في مصر والمنطقة بالكامل من كبريات اقول لك شو اكبر منطقة عشان باندوا ايه في ناس تقعب تأول الكلام بيتكلموا على ازاي الحكومة والبنك المركزي اشتغلوا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية اللي لازمة لانطلاق القطاع الانتاجي وبقوة اولويات الحكومة ايه بقى تبقى اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي تلبية الاحتياجات الاساسية مستلزمات الانتاج المواد الخام وطبعا اجراءات الرخصة الدهبية واللي مكنت شركة او شركتين زي شركة هاير وشركة بيكو من انشاء مصانعهم فعل من سنة ودول زي ما حضراتكم عارفين من الشركات الكبيرة جدا اللي بتشتغل في مجال تصنيع الاجهزة المنزلية من اكبر الشركات اللي موجودة في المنطقة او بالاضق في دول الجوار والناس جاية تفتح عندنا وفتح بالفعل وخلصنا الاجراءات والحمد لله طيب من المقرر زي ما كنت بقولك بقى عشان تبقى تشوف انت الوفرة الدولارية ماشية زي من المقرر انه الدفعة الاولى من برنامج صندوق النقد الدولي ان شاء الله تصل خلال ايام بالاحرى الاسبوع اللي جاي الحكومة بقى بتستهدف كمان زي ما كنت بقولك من شوية دخول الدفعة التانية من صفقة راس الحكمة مع بداية شهر مايو يعني على اول اسبوع في مايو قولوا ان شاء الله طيب المناقشات اللي جارية دلوقتي ايه بقى يا سادة؟ المناقشات اللي جارية هي جارية على اساس عقد مجموعة من الصفقات وليست صفقة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة مجموعة من الصفقات والاتفاقات مع مؤسسات عالمية مش كبيرة كبرى ولكن مرهونة بشروط عدم الافصاح فينبغي اولا ان تتم هذه الصفقات وبعدين نعلن عن الخطوة التي تليها